هل تكلمني على الشناوة ولا تكلمني مين قبله؟ هقف عند حاجة مهمة جدا جدا قبل الشناوة محمود اتكلم على انه انت سألته ايه اللي خلى طريقة اللعب تغير يعني ايه اللي خلى الاهلي ادعوه تحول الشوت التاني سيفي معامل يوم في المية افشا كان هو الكي بلاير بتاع شرف كبير لي يا كابت المحمود لكن في نقطة مهمة جدا هي طريقة اللعب كلها تغيرت الراجل قلب الطريق الراجل قلب الشكل تماما لطريقة وسع وسع فتح الملعب للاخر العمل ايه؟ هو عنده بيلعب بانتين تكتكون هو بيدافع بشكل بناء معين في الملعب وانا ببني من الخط الاول ببني بشكل ثاني خالص ببني بثلاتة في الخط الخلفي فلما اعمل ثلاتة في الخط الخلفي قبل ما تروحل الحالة الحالة بتاعة الهدف ثلاثة في الخط الخلفي عشان اضمن البناء والخروج بالكرة بشكل جيد خلى خالد عبدالفتاح وريومي فتحوا الملعب تماما علشان خطر لما يفتح الملعب أنا هنا هخلي الظاهرين يطلعوا يبقوا اتنين وينج باكس يبقوا اتنين زقين لقدام أكرم توفيق وإيه حياتيات الله الطبيعي مين اللي بيلعب تمانيات أفشا وإمام ما عملش كده هو خلي أفشا يبتدلوا بالكورة يبقى في عملية البناء بعدين يفتح على الخط هو الجناح يوسع الملعب تماما نحية المين حسين يوسع الملعب تماما نحية الشمال ويبقى عندي الاثنين اللي عندهم القوة الانفجارية أنهم يخشوا دايما في منطقة أنصاف المساحات وده اللي عمل الخطورة للأهلي سبع هجمات خطرة في الشوت التاني طاهر محمد طاهر وإمام عشور في المنطقة بالتنين أنا لما خليت أفشا فتح الملعب وخليت إمام فتح الملعب الطرفين الظاهرين بتوع سراميكا فتحوا الملعب معاهم عشان يرقبوهم فالمنطقة ما بين قلب الدفاع والظهير وقلب الدفاع والظهير فتحت مين اللي بقى يدخل في المنطقة دي طاهر وإمام وطبعا تحركات وسامي العظيمة جدا ساعدت دافع عملية الدغت تعال روح بقى سريعا عشان ما انتقولش أكتر من كده فيها يلا شباب أنا أكتفي بأجمع هو الفايل كبير جدا أكتفي بالهجمة دي بس ده الشرح اللي أنا بتكلم فيه في الآخر خلص فوق في آخر الصورة أنا حتنميل خالد عبد الفتاح في أقصى الصورة أنا حتشمار الرمي ربيعة اللي واقف جنب الشناوي الكرة دي قررت سبع مرات إن مرام بيبتدي بالهجمة من داخل التمنتاشر هو اللي هيطلع يعمل عملية التقدم مين اللي مرحل ناحية الشمال هنا ووقف كوينج باك هو إيه حيعطيها طلال مين اللي نازل عشان يستلم واحد بس يا كريم من السنائي بتوع التمانيات اللي بينزل يستلم في اتجاه الكرة إمام اللي نازل شايف أفشف في الصورة؟ في الصورة لا أفشف مش في الصورة أفشف فتح الملعب هناك خالص مين اللي نازل واقف معلش؟ ارجع ارجع الفريم القابلة أطول مين اللي نازل هنا يا كريم بص في الدايرة في الدايرة مين اللي واقف ده؟ الطبيعة هنا لو هو الابت بالعب بالشكل الطبيعي مين اللي يبقى موجود في الدايرة هنا دوت؟ الطبيعة اتمركز 8 شوف مروان لا اتمركز 8 هنا نحة تانا حتيني مين؟ يبقاش أفشة أفشة صح كده؟ ده مش أفشة ده طهر محمد طاهر مين اللي فاتح الملعب هناك أفشا علشان خاطر طاهر هو اللي عنده سرعة نروح في أنصاف المساحات هو أمام وسايب أفشا فاتح الملعب روح اللي بعدين روح الفريم اللي بعد على طول بص ابتروا يتحركوا إمام مكمل طاهر مكمل راحين فين اتجاههم فين أفشا فاتح الملعب أقصى اليمين حسين فاتح الملعب أقصى الشمال اتنين هيروحوا فين دلوقتي عشان يعمل زيادة عددية في كل الأوقات خمسة على ثلاثة أو خمسة على أربعة فبالنسبة لي أنا شفت شكل مغاير تماما مش بس للجودة بتاعت الأفراد مش بس نعليك البطء في عملية التحاول في الشوت تريكمل كمي الفريمز اللي بعدين لأني لأ بص هنا خمسة على أربعة الخط الأخير والهجمة راح في المرحلة الأخيرة الرغم إيه ده مش هجمة مرتدة ومش ترانزيشن ده بناء هجمة من الخط الأول من جوه الستة يارضة وأنا رايح خلقت موقف خمسة على أربعة الموقف ده تكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة ودي كرة الهدف بالمناسبة اللي بدأها في البداية كانت عند مرهون وانتهي مرهون اللي هو واقف جنب الشنوي اعتبر بدأ من الخط الأول نهاية تم بأن تم تسجيلها فبالنسبالي ما قدمه مرسل كولر بالنسبالي الشكل ده تحفى فنية انت قلبت الطريقة من فريق متهالك تماما متراجع تماما خطوطه متبعدة بتركة واحدة انك رجعت مرهون وفتحت الملعب على آخره عشان انت حافظ جودة لعبتك ممتازة اه افشا كان المفتاح لكن الشكل بالنسبالي هو اللي تسبب في التحايل